بسم الله الرحمن الرحيم أيها المؤمن العارف بالله لازلنا في طريق وأبواب معرفة الله سبحانه وتعالى حيث إن من أوسع هذه الأبواب هو باب يجذبك إليه باب يردك إليه إلى معرفته رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي وهتفت باسمك يا له لحن يرن بمسمعي أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي إن لم تكل في أسايا فمن يكون إذا معي رباه في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت وإلى رحابك ضارعا وإلى جنانك كم سعيت إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت نعم أيها المؤمن الباحث عن معرفة الله إن العافية والمرض كلاهما طريقان يوصلانك إلى الله فهو الذي يمرضك لتعود إليه وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي عن الله عز وجل يقول عبدي مرضت فلم تعودني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت تمرض وأنت رب العالمين فيقول مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده المرض ضيف يوصلك إلى الله حبل يصلك بالله يمرضك ليسمع نجواك ليمرضك ليسمع دعاءك وأنينك ولجوءك وتضرعك وأن تتوقن عند المرض أن الذي يكشف البلوى هو الله ثم يشفيك لتشكره يشفيك لتعرف قدر العافية يشفيك لتعرف قدر العافية لذلك يوصلك إلى الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نعم إن البلاء والمرض طريقان يوصلان العبد إلى الله كم مرة مرضت فمن شفاك كم مرة تعثرت فمن عافاك كم مرة تعثرت أمورك فمن يسرها إنه الله تعرف إلى الله في آلامك وأحزانك ومرضك وعافيتك لتجد أثر ذلك في قلبك طريقا موصلا إليه سبحانه وتعالى هو الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحين وإذا مرضت فهو يشفين إنه الله فتعرف إلى الله تعالى اشتركوا في القناة